برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وقعات الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثمارية للسكاك الحديدية بقيمة مليارين وثلاثمائة مليون دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعديل في الشيدية وغور الصافي وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضور مراسم توقع الاتفاقيات بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي أن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يحتاج خمسة سنوات ليبدأ التشغيل الفعلية لسكة الحديد أي في عام 2030 إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاسا والفوسفاتا والمستدفى أن تطرح عطاءة التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026 ويتيح إن شاهد المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية وتصديرية بحجم يبدأ ب16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاسا منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن من منتجات البوتاسا